من بعد مواسم الأمطار يلي عاشتها دول كتيرة حول العالم ومنها دول عربية صار فيه تزايد كتير كبير بأعداد البعوض أو البرغش أو النموس مثل يعني مثل ما كتير بلدان بيقولوا وهيدا الشي طبيعي لأنه من بعد الأمطار الغزيرة عادة بتفقس بيوض البعوض خلال أسبوعين بس هالمرة غير ده أنه الأعداد عم تكون أكتر من الطبيعي والعالماء عم يربطوها بالتغير المناخي وفيه تحذير كمان بجديد بيقول أو أطلقوا علماء بيقولوا أنه أكتر من نص سكان العالم معرضين لخطر الإصابة بالأمراض يلي بيقولها البعوض مثل الملاريا وحمد ضرق بحلول نهاية هذا القرن وكل هالشي بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري بس السؤال يلي بيطرح نفسه هلأ هو كيف نحمي حالنا من البعوض أو النموس أو البرغش أو كيف ممكن نتعامل مع أرصتها أصلا من الأساس ومتى بتكون خطيرة وضروري نشوف دكتور ترجمة نانسي قنقر بيبع أنه اليوم كمان هو اليوم العالمي للملاريا خلونا نتوسع أكتر بموضوع البعوض ولنعرف الطرق الأفضل لنتعامل معه لهيك معنا بالستوديو الدكتور يانال سلام أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك دكتور يعني البعوض قرصنا لأقولنا بس صحيح 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 صراحة الواحد خلاص بطل فيه تحبط فح مية بالمية يعني خلينا أول شيء نفكر يعني شو بيصير بس للبعوضة تعقصنا وليه بتنفخ العقصة ليه بتحك هلأ اللي بصير أنه انتي البعوضة فيها إبرة هاي الإبرة لما تنزل بالجلد بتفرز نوع من أنواع اللعاب يعني غير إنا بتسحب دم بتفرز نوع من أنواع اللعاب فيها اللعاب مخدر بحيث أنه انت ما منحس بالأرصى نحنا لبعدين صحيح فهي الله عاطيها هاي النعمة والنقمة إلنا يعني تمام فما منحس فيها لبعدين ولكن شو بصير الجسم بتفاعل مع اللعاب اللي هي بتفرزه وبعد فترة بصير فيه انتفاخ هلأ هذا الانتفاخ ممكن يكون بسيط عند معظم الناس وممكن يكون كبير عند ناس معينين خاصة إذا أنت تعرضتي لسلالة أنت ما متعرضتي لقبل يعني غريبة عن الجسم مش عن هيك لما تطلعي ببلاد برة أو تتعلق لي لحشرة أو بعوضة جديدة ممكن الرياكشن يكون أو ردة فعل الجسم تكون أقوى من الطبيع طب ليه الأرصى تحديدا مكانها بصير يعني بحسب الحكة ليه بتصير تحك فيه مادة اسمها الهستامين إذا سمعانين بأدوية الانتيهستامين مضادات الهستامين هي لهذه الفكرة فهي الهستامين اللي بتفرزها كريات الدم البيضة اللي عنا بتخليك تحسي بهال الحكة الشديدة اللي بتصير طبعا من أكبر الغلطات اللي بنعملها أنه منحك محل الأرصى لأنه هذا الشيء ممكن يسبب التهابات خاصة التهابات بكتيرية خاصة ما ينزل دم أو يصير فيه جرح طيب هل مثلاً نحن كتير من نمزح أنه البعوضة قررتني لأنه أنا دمي طيب أو دمي خفيف أو ولا لنكة نزنخة هل فئة الدم بتفرق مع قرصة البعوض؟ بتعرفي هي نقطة كتير حلوة لأنه في دراسة أنه أنت شوفة قدامكم تعرفوا؟ نعم أو بوزيتف أنا أعتقد أن أبوزيتف أنت الأبوزيتف معرضين أكتر لضغات الناوليس بما أنه عم نحكي عن هاي نقطة تحديد دم وبما أنه حكيت عن فصلة الدم هاي طب لما أنا أكون مثلاً بنايمة بنفس الغرف اللي ماما نايمة فيها وإحنا نفس فصلة الدم ماما تتقرسوا أنا لأ هلأ في شغلات عموماً تانية بتجذب البعوض مثل ما الضو مثلاً بتجذب البعوض في أحياناً روائح معينة بجلد الإنسان حتى بإفرازات تعرق الإنسان ممكن يجذب البعوض في شغلات نحن بنعرفها علمياً مثل هلأ فئة الدم مثل ما قلت لك في عليا دراسات وفي شغلات لسه ما بنفهمها كاملة طبعاً بدك إلما تذكرتي موضوع والدتك دائماً لازم نكون حذيرين بقصات البعوض على الكبار بالعمر وعلى الأطفال وعلى الناس اللي عندهم مشاكل مناعية سوري لأنه ردة فعل جسمهم بتكون أقوى من اللي لازم فبالتالي ممكن تعمل لهم التهابات التهابات بالجلد شان هيك ممكن البيبيز بنشوفهم كتير بيورموا وقت تتقرصوا تماماً لأنه لسه مو متعودين على البعوض هذا طبعاً نحن بعلمنا العربي الحمدلله في نعمة إنه بمعظم مناطق العربية ما عنا الملاريا اللي ذكرتوها ما عنا حمى الضنق هالشغلات هاي اللي نشوفها بماكن الاستوائية أكتر صح عنا 700 مليون إنسان بالسنة يصاب بأمراض بسبب البعوض منهم حوالي 700 ألف بموت سنوياً بسبب أمراض بنقلها البعوض فعندك نسبة كبيرة شغلة تانية واحد من كل 300 من الأرصات البعوض بتسبب مرط يعني 299 مرة بتمشي أوكي بتقطع مرور بكيراً بدون شيء إلا هالمرة إلا مرة واحد من 300 أرصة ممكن تسبب مشاكل عند الشخص السبب اللي نحن مع عنا هالبعوضات اللي بتعمل هالمشكلة أو الناموس اللي بيعمل هالمشكلة إنه هي أصلاً تتغذب المناطق اللي فيها رطوبة عالية أمطار موسمية اللي هي التروبيكال الارياز الماكن الاستوائية شو هي هاي هلأ انتو معي صبايا اليوم ولكن الناموس اللي بتسبب هالشي هي أنثى الناموس أوكي ما لش سمحنا هذا هي الأنثى مو الذكر ذكر مسكين بهالناحية هي أنثى الناموس اللي ممكن تسبب مشاكل الملاريا خاصة زي ما نحكي على موضوع الملار طيب يعني أنا بعرف ناس أول ما ينعقصوا بيفركتوه مع العقصة في ناس مثلا بحطوا زيت بعد زيتون بعدين بغطسوها وبالخفزة وبيأكلوها في كتير هكك راميديز أو في كتير طرق لنتعامل مع عقصة البعود بس إنه شو أسوأ الشيء نحن ممكن نعمله للعقصة هلا أسوأ شيء أنك تعرضي لشغلات ممكن تكون أصلاً ملوثة تمام أحسن شيء تعملي له أنك جيبي تلج أوكي وتحطي عليها تلج لمدة عشر دقائع أوكي بتهدى بيهدى ردة فعل الجسم تاني شيء فيه طريقة حتى بتشوفوها بمواقع السي دي سي إنه ممكن تحطي بيكينج سودا بيكينج سودا مع ماء تخلطيهم وتحطيها على محل الأرصب بتهدى وبهدى شعور الحكة هاد اللي هو أصلاً الحكة هي أساس البلاء لأنه هي اللي بتعمل بعدين الالتهابات الجلدية الممكن تصير دكتور متى يعني إحنا تعرضنا الأرصب للنموس متى إحنا لازم نحكي إنه هاي الأرصب لازم أنا أروح أشو الدكتور بسببها تمام أول شيء لو صار عندك أي أني سيستاميك سمتمز بمعنى إذا صار عندنا حرارة رشفة حسينا إنه الحمار عم يزيد يوم عن يوم ما عم ينقص عم ينتشر النفخة عم يتزيد تمام هذا كله بيخليك إنك تروحي عن طبيب لأنه أغلب الظن بهالحالات بيكون بدك مضاد حيوي آه ما نستنى يان أوكي واضح إني بستنى كنت طيب عطينا شوية هيك نصايح كيف نحن فينا نتعالج من أسة البعروض أول ما سعى أصلاً تمام هلأ غير اللي حكينا من الإسعافات الأولية الممكن نعملها خلينا نحكي بالوقاية أول شيء في كتير طارد للبعوض نقدر نشريهم من السيدليات في بخاخات في كريمات خاصة للناس اللي بتنقرس كتير يعني يفضل إنه يستعملوها تاني شغلة مهمة كتير الناس اللي بتسافر على أماكن فيها انتشار للملاريا أو الأماكن الاستوائية فيه دواء أو إدوية ممكن ياخدوها قبل ما يروحوا بمنع بيعمل وقاية من هالشيء فيه أمرات تانية مثل الحمرة الصفرة فيه إلى لقاح ممكن ياخده اللقاح هذا نحن ممكن مناخده بس بياخدوه الناس اللي بروحوا على الأماكن الاحتمالية عالية أنه تجيه الوحيد اللي ما في لسه علاج إله للأسف هو حمى الضنق فلازم كمان ندير بالنا كتير على هالموضوع بالأماكن اللي بتكون هاي رسك مثل مثلا اندونيسيا هو أغلب الأرصاد بتصاروا الواحد هو مسافر فعليا لا بكون عارف إذا في هاي البلد ممكن يكون فيه كتير مثل هاي البعود انت حكيت هاي الأمور شو الأمور التاني اللي ممكن نعملها في البيت لحتى نقي نفسنا بدون ما مسلا نلجأ لبخاخات أو ازاي هكي اللي بديك تعملي أول شي دائما الشبك الموجود بالبيت مهم كتير لما نفتح الشبك بيك أو نسكرهم في هدول الضو اللي منشوفه الموجود كمان هذا ممكن يطرد الناموس فيه طبعا الموبيدات الحشرية اللي ممكن نستعملها هاي كلها شغلات ولكن اذا بتلاحظوا يعني مؤخرا الناموس انا صار تحسه صار مضاد لكل هالأمور بطل يموت تمام فهر طيب دكتور يعني خيامي أقول مثلا الناموس عقصتنا شو أول شي لازم نعمله بعد العقصة يعني شو الخطوات نعملها بديك تروحي تحطيها تحت مي باردة وتجيب تلش وتحطي عليها تلش لمدة عشر دقائق اوكي هذا أكتر شي بريح في ناس بتحط ترش عليها كحول كانت كمان الكحول ليش بريح لانه انت بيعمل افاكوري فبيبرد المنطقة اي شي ببرد المنطقة حيرايحك بعدين ممكن يعملوا خطوة البايكينج سودا اللي حكينا فيها اوكي اللي يخلطوها مع مي ويحطوها على الجرح اذا الجرح حسنا عم يزيد او عم يلتهب فيه كريمات ممكن تنحط مثل الفوسيدين مثل الفوسيكورت كمان هي بدأ استشارة طبيب او على القليل سيدلان يكون موجود يعطيها للمريض يعني هي تفاصيل كتير لازم احنا ندير بالنا فيها واذا حال تعرضنا لأرصة نموس او بعود اكيد لازم نرجع للدكتور اذا كان شكلها غير طبيعي بالنسبة لانه دكتور ينار شكرا كتير لك على كل هذه المعلومات العطتني شكرا كتير لك دكتور